بكم من جديد مقترح روسي جديد بشأن المنطقة الآمنة الشمالية سوريا فقد نقلت وسائل أعلام روسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله أنه يمكن نشر الشرطة العسكرية في المنطقة الآمنة الشمالية سوريا وشرى لافروف إلى أن قادة عسكريين روس بسدد وضع خطط لشكل المنطقة الآمنة مضيفا أن أي قرار سيأخذ مصالح أنقرى بعين الاعتبار وتسعى أنقرى إلى إنشاء منطقة آمنة الشمالية سوريا لمفردها قائلة أنها لا تنتظر من حلفائها سوى الدعم اللوجستي دون نشر القوات منطقة آمنة على طول الحدود السورية التركية بمشاركة الشرطة العسكرية الروسية موسكو تكشف عن مقترح لنشر شرطتها العسكرية في المنطقة العازلة المقترحة على الحدود السورية التركية وزير الخرية الروسي سيرجي لافروف يعلن أن القادة العسكريين باتوا في المراحل النهائية لتحديد شكل المنطقة الآمنة وفق وزير الخرية الروسي فإن موسكو تأخذ بعين الاعتبار مصالح دمشق وأنقرى في هذا الشأن لكن من غير المرجح أن يكون الاقتراح الروسي مرديا لأنقرى فتركيا حريصة على إقامة المنطقة العازلة تحت سيطرتها فقط خطتنا جاهزة من أجل تطهير منبج وشرق الفرات وتحقيق أمن حدودنا لإتاحة الإمكانية لأشقائنا السوريين للعودة إلى منازلهم بأمان تركيا ستنفذ خطتها بتوجيهات الرئيس أردوغان في الوقت المناسب خلافات الحلفين الروسي والتركي قد ترشح من المنطقة الأمنة فهذه المنطقة باتت الشغل الشاغل للبلدين بعد قرار واشنطن أسحب قواتها من سوريا تركيا ترى وجودها هناك حيويا لأمنها وموسكو ترى أنها يمكن أن تكون بديلا لوجود النظام السوري في تلك المنطقة ولقراءة أوفا في تصريحات لافروف ينظم إلينا من موسكو بيتشتلاف ماتوزوف الدبلوماسي السابق والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط كما ينظم إلينا من اسطنبول حمزة تكين الكاتب الصحفي مرحبا بكم أبدأ معك سيد تكين هل ستقبل أنقرة بنشر قوة من الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة الآمنة التي كررت مرارا بأنها قادرة على إنشاء وتسيير هذه المنطقة الآمنة لمفردها من غير المتوقع على الإطلاق سيد الكريم أن توافق تركيا على هذا المقترح الجديد الذي قدمه وزير الخارجية الروسي فيما يتعلق بنشر قوات من الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة العازلة التي تكلم عنها هو تركيا تريد إقامة منطقة آمنة وليس منطقة عازلة في الشمال السوري هناك فرق كبير بين المصطلحين الفرق في الرؤية الأمريكية والتركية لهذه المنطقة نعم صحيح بطبيعة الحال هناك فرقات من وجهة نظر أنقرة ومن وجهة نظر واشنطن تركيا مصرة على المنطقة الآمنة حصرا على أن تكون تحت سيطرتها فقط لا غير وبالتالي كل التصريحات الرسمية التركية وخاصة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل ساعات تؤكد أن المقترح الروسي لن يلقى قبولا من الجانب التركي على الأقل نعم سيد ماتوزوف ما الذي تغير في الموقف الروسي من رفضا كامل للمنطقة الآمنة في القمة الأخيرة بين الرئيسين أردوغان وبوتين إلى التلويح أو التلميح لإمكانية المشاركة في إنشاء وتسيير هذه المنطقة ما الذي تغير في الموقف الروسي أنا لا أعتبر أن موقف روسي تتغير لأنه بنفس الموضوع كانت مناقشة بين رئيس أردوغان ورئيس بوتين في سوشي وأبل هذا لأن هذا كانت نقطة خلافات بين تركيا وروسيا أساسا وإذا أقوله أقل دقة بين تركيا وحكومة سوريا لأن روسيا تتقدم في مفاوضات كطرف يعبر أنويجة النظر السلطة الشرائية السورية أما جانب التركي لا تنظر على سلطة سوريا كسلطة شرائية هذا هو الأساس في كل الخلافات التي تنبسق اليوم مواقف روسية وتركيا أنا لا أتوقع أن روسيا تتراجع من هذا الاقتراح ماكسموم لشيء يمكن أن يدخل التعديلات أن المراقبة مشتركة روسيا تركيا وليأي مسافات لأن روسيا أعلنت رسميا أنها تتمسك بقرار التركي السوري مؤرخ عالف 1998 اتفاقية حدنا عام 1998 التي أعلن عنها رئيس إردوغان دعني أعود إلى السيد التكين سيد موتوزوف يقول أن روسيا لن تتراجع عن هذا المقترح ما هي الخيارات المطروحة الآن أمام أنقرة هي من جهة مطالبة من طرف واشنطن بإنشاء هذه المنطقة وتسييرها مع الحلفاء واشنطن ومن جهة أخرى موسكو تقترح أن تقوم هي بدورها بالمشاركة في تسيير هذه المنطقة من النحية العملية سيد الكريم بعيدا عن كل المصالح السياسية اليوم التي تربط تركيا سواء بروسيا أو بالولايات المتحدة الأمريكية عسكريا تركيا اليوم قادرة أن تقوم وتؤسس هذه المنطقة بمعزل عن القوة الروسية وبمعزل أيضا عن الجهات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية ولكن حتى هذه اللحظة أنقرة حريصة على توافق سياسي سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع روسيا فيما يتعلق بهذه المنطقة كيف يمكن أن تصل إلى هذا التوافق سيد حمزة أكيد؟ في حال وصلت الأمور إلى نقطة مسدودة سواء مع موسكو أو مع واشنطن أتوقع سيدي الكريم وهذا المطروح اليوم هنا في تركيا في كافة الأوساط التركية أن تركيا قد تؤسس هذه المنطقة بمعزل عن أي مشاركة روسية وأي مشاركة أمريكية ولكن اليوم تركيا كما ذكرت حريصة على توافق مع موسكو أو واشنطن في هذه القضية ولكن واضح من خلال تصريحات لافروف اليوم أن موسكو تحاول أن تسحب تركيا إلى جانبها فيما يتعلق بهذه المنطقة خاصة وأن موسكو اليوم تمر بأزمة فيما يتعلق بالأشياء السوري سيدي الكريم هي لا تستطيع أن تفرض رؤية سياسية في سوريا هي عاجزة اليوم عن تأمين الأموال الطائلة التي يحتاجها النظام السوري لإعادة الإعمار في مناطقه في المناطق التي يسيطر عليها هي عاجزة عن إعادة المدنيين إلى مناطق النظام السوري وبالتالي هي تلعب اليوم ورقة كي تحاول سحب من خلالها الأنقرة إلى جانبها على أقل فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة وتوسيع نفوذ النظام السوري هنا نتساءل عن التنازلات التي يمكن أن تقدمها موسكو وتوجه بالسؤال إلى السيد ماتوزوف لافروف قال أيضا لا يوجد إجماع روسي تركي حول أي من التنظيمات الكردية في سوريا تعتبر إرهابية هل إمكانية قبول تركيا بمقترح إشراك القوات الروسية في المنطقة سيكون ثمنه اعتراف موسكو بقوات سوريا الديمقراطية كتنظيم إرهابي مثلا ما هي تنازلات التي يمكن أن تقدمها موسكو سيد ماتوزوف السؤال ترجع لي نعم أتوجه بالسؤال إليك سيد ماتوزوف طيب بنسبة لموضوع العلاقات الروسية مع منظمات الكردية ومقف واضح كذلك وأن الروسية ليست لديها وجهة النظر ثابتة لأنها مرتبط مع وجهة النظر السلطة السورية دمشق لا يوافق على أي تنظيمات سياسية العسكرية من قبل الأقراط يعتبرون أن كل المنظمات الكردية وخصوص المنظمات المصالحة لجبا ينزعوا السلاح وينتازوا لقرار المجتمع السوري الذي تشتغل اليوم عن تشكيل الدستور الجديد وسلطة سورية تؤيد فكرة مشارقة أقراط كموطنين السوريين في هذه المناقشة حول مصير الدستور السوري الجديد ولذلك ليست هناك أي خوف بين تركيا وروسيا أن يبقى هناك أي منظمات إرهابية أو غير إرهابية صحيح جدا أن لوروف تركز على خلافات حول تصنيف المنظمات الكردية يا إرهابية يا مقبولة سياسيا ولكن ترحوا هذا الموضوع في لقاعات بين منظمات الكردية والقادة السورية وخلاف جزري بينهما وما لا أسف شديد دور أمريكي سلبي للغية لأنهم من جهة واحدة يؤيدون الطموحات الكردية التي يطلبون حكم ذاتي وحتى حق الحمل السلاح وحتى حق التنظيمات الليست سياسية والأسكرية كذلك وصلت الفكرة شكرا في أطار الدولة السورية والشوق السورية ترفضها وهذه النقطة يقرب موقف تركي وموقف سوري الدبلوماسي السابق المتخصص في شؤون الشرق الأوسط كنت معنا من موسكو كما أشكر أيضا حمزة أكين الكاتب الصحفي كان معنا من إسطنبول